موسيقى مره يا جماعة كيف حالكم شاقباركم اليوم اجدلكم فيديو جديد اكيد معلوم جديد اليوم التكامل المحدود بعد ما اتقنت انا وياكم التكامل غير المحدود اخذنا اربع فيديوهات تكتكنا امورنا اخذنا القواعد البسيطة في التكامل اعرفنا نجرى عملية التكامل بكل سهولة لكن في التكامل الغير محمود حلو التكامل الغير محدود وننضيف اخر اشي زائد سي قلتلكم هاي متى بتنضاف هاي بتنضاف اسمها ثابت التكامل تضاف لما يكون التكامل غير محدود الان عندما يكون التكامل محدود يعني في حدود على التكامل هنا سي خلاص راحت فبدايما بكون الجواب عندنا ايش عدد ثابت انبسطه يلا هسا بننصير نحسب طيب يعني استاذ نفس اللي كنا نجريين نجري التكامل نفس الاشي عقوات التكامل ايوه لكن اخر خطوة بدل ما اضيف سي هون بطلت اضيف سي شيل سي هون بدنا نعوض حدود التكامل شو قاعدة التكامل المحدود؟ بجرى عملية التكامل حلو؟ انا والله اجريت عملية التكامل هون طلعي الجواب صح؟ صح؟ وكنت احط زائد سي هسا ببطل احط زائد سي زائد سي هاي بمسحها شايفينها؟ هاي زائد سي بمسحها حلو الكلام؟ وهون شو باجي بعمل؟ بحط هيك خط بحط خط هاي زي ما انتو شايفين هيك بحكي من ايه لبيه؟ من ايه لبيه؟ بعوض اللي فوق شايفين هاد؟ الحد العلوي بسموه الحد العلوي هاد بسموه الحد العلوي بعوض الحد العلوي وين؟ في التكامل في الجواب اللي انت طلعته او اللي انت طلعته ناقص تعويض الحد السفلي هاد شو بسموه؟ الحد السفلي هيو تعويض الحد العلوي في التكامل ناقص تعويض الحد السفلي تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي في التكامل هيك بكون انا اجريت عملية التكامل المحدود اللي اسمها definite integral هداك كنا نسميه indefinite integral indefinite يعني غير محدود definite integral معناها تكامل محدود تمام يا جماعة يعني ملخص الحديث خليجي اعطينا الملخص زبطة الموضوع زبطة الموضوع انه خلص بحط الجواب بضيف الشيه الغيها بحط خط زي هيك من اي لا بي فبعوض الحد العلوي في الجواب التكامل ناقص تعويض الحد السفلي طب خلينا ناخد هيك المثال سريع ونشوف يا استاذ شو بتحكي طلع عليك هون هون تكامل عادي مسألة التكامل ما بتتغيير خلص تكامل بجري حسب قواعد التكامل طلع هون شو شو تكامل الاكس تربيع استاذ الاكس تربيع هون بزيد على القوة واحد وبقسم على القوة زائد واحد صح يعني هون اكس اتنين زائد واحد ثلاث على ثلاث هون ما بضيف سي ما بحكي زائد سي اللي هو ثابت التكامل ما بضيفها ليش لانه تكامل محدود هاي هون هاي الحدود شايفين ها هاي الحدود موجودة جنبه اه اذا شو بنا نعمل بحط الحدود من صفر لواحد شو بحط الحدود من صفر لواحد قال خليلي شو بتعوض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي يلا تعالي نعوض الحد العلوي شو الحد العلوي واحد عوضوا الواحد محل اكس هاي واحد تكايب على ثلاثة ناقص تعويض الحد السفلي صفر تكايب على ثلاثة صح شفتو تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد الصفوي. تمام. تمام. بكمل. واحد تكيب واحد على ثلاث واحد على ثلاث ناقص. صفر تكيب صفر على ثلاث صفر. هاي كلها صفر. هاي كلها صفر. هاي زير لانه صفر على عدد صفر. طيب. اذا هون صفر. 1 3 0 1 عدد شفتوا الجواب جواب عدد جواب التكامل شو عدد بكل بساطة يا جماعة تعال ناخد كمان سؤال يال ها هاي المسألة مسألة التكامل جماعة دعطيكم ملاحظة لما يكون عنا اكثر من حد في التكامل بحط قوس ليش لانه تخيلوا انا محطتش القوس بسير دي اكس لمين للاتنين بتمطل للاكس الها دي اكس صح هاي دي اكس للمسألة كاملة صح يعني احنا بكامل المسألة بالنسبة لدي اكس فلازم حط قوس اذا كان عندي اكثر من حد عشان التكامل يكون للمسألة كاملة سمتو كيف طعب ما علينا يعني هاي ملاحظة في كتابة المسألة انه ما لما شفت شوفوا حالكم انه انا هيحطي التكامل في عندي اكثر من حد حط قوس واضح يلا خلينا اجي اعملي التكامل او تكامل محدود يلا شتكامل الاكس هون اكس قوة واحد شكيف بنكاملها بنزيد الواحد واحد بصير اثنين على اثنين زاد تكامل الثابت الثابت ضرب اكس يعني اثنين اكس خلصت خلصت بحط قوس هيك من واحد الى ثلاثة من واحد الى ثلاثة يعني زي كني بجر عملية التكامل الهي العملية العادية حسب قواهات التكامل لان انا تعلمتها بعدين بعوض الحد العلمي نقص تعوض الحد السفلي خلينا نعوض الثلاث يلا تلات تربيع على تنين زائد اثنين في تلات او استاذ يعني نعوض الثلاث في كل الحدود في كل المسألة خلصنا اه خلصنا ناقص تعويض الواحد يلا نعوض الواحد واحد تربيع واحد تربيع على اثنين ممتاز زائد اثنين في واحد شفتوا كيف عوضت الثلاث طيبوا يا جماعة ها عوضت الثلاث وين محل اكس هاي ها ثلاثة ثلاث بعدين ناقص هاي ناقص عوضت الواحد بدل اكس وبدل اكس لاحظوا حطيت اقواص لكل واحد كل واحد الحال حطت لها قوس وقوس اسهل للحل عشان ما اقول اخربط سهل جدا هيك بتبسطي الامور الامور بصير هيك بتعسها صرت سهلة يعني ما بخربطش بدخلش الحدود اللي هون على اللي هون حلو حط قوس حلو ثلاث تربيع تسع على اثنين زائد ستين في ثلاث ستة حلو هاي ناقص واحد تربيع واحد على اثنين زائد اثنين في واحد اثنين صح؟ صح طيب تسع على اثنين بدك توزع السالب ناقص واحد اثنين بما انه المقام واحد اثنين هون واثنين هون بقدر اطرح تسع ناقص واحد ثماني على ايش؟ على اثنين يعني خلصت من هاي وهاي تسع ناقص واحد ثمانية على اثنين ستة ناقص اثنين اربعة ستة ناقص اثنين ايش؟ اربعة ثمانية على اثنين اربعة زائد اربعة ثمانية بسيطة بسيطة يا جماعة يعني انا هون لانه المقام واحد اثنين واثنين طبعا هاي الطرح ايش؟ بوتوزع بتوزع الطرح بس سهلة بسيطة سهلة طيب تعال نجري التكامل هاض يلا جماعة ها لاحظوا حد حدين ثلاث حطيت قوس لما يكون عندنا اكثر من حد بحط قوس ليش؟ لان عشان التكامل حانا بنكامل بالنسبة لدي اكس لكل المسألة ها شفتوا كيف؟ طيب يلا اول اشي ايش؟ بجري عملية التكامل يلا هاي ثلاث اكس اثنين بزيدها الواحد بصير ثلاث على ثلاث ناقص اربع اكس بزيدها واحد هي واحد بزيدها واحد بصير اثنين على اثنين زائد الواحد بتضربه في اكس اكس بضيفش سي ما بضيف سي بحط قوس من سالب اثنين لثلاث يلا خلينا نزبطها الثلاث مع الثلاث بتروح بصف اكس تكعيب اربعة اثنين اثنين اكس تربيع زائد اكس بحلو الكلام من سالب اثنين لثلاث بعوض الثلاث في الحدود كلها ناقص تعويض السالب اثنين في الحدود كلها بعوض الثلاث يلا هاي ثلاث تكعيب ناقص اثنين في ثلاث تربيع زائد ثلاث هاي ناقص تعويض اياش السالب اثنين يلا عوضوا السالب اثنين السالب اثنين تكعيب ناقص او خلينا ننزلها لتحت احسن لانه فيش فراغ عندنا هاي ها عوضنا بالاكس تكعيب السالب اثنين هاي ها بعدين ناقص اثنين هاي ناقص اثنين في الاكس تربيع اللي هي سالب اثنين تربيع زائد اكس اللي هي زائد السالب اثنين هاي زائد كنها موجودة هون بس فيش مساحة ايجات هون بعدين خلاص اوجود الايجابي قد ايش هاي بتطلع تقريبا خلينا بس هيك نعمل هيك لانه ما شاء الله الامور هيك احسسها دخلت اضعات ثلاث تكعيب سبعة وعشرين ثلاث تربية تسعة تسعة في اثنين طمانطاش يعني ناقص طمانطاش زائد ثلاث هاي اياش تعويض الثلاث طيب ناقص هسا تعويض السالبتين سالبتين تكعيب سالب ثمانية وسالب اثنين تربية اربعة اربعة في سالب اثنين سالب ثمانية وناقص اثنين خلاص سبعة وعشرين ناقص ثمنطاش تسعة تسعة زائد ثلاث اثناش ناقص سالب ثمانية وسالب ثمانية سالب ستتعاش وسالب اثنين سالب ثمنطاش وفي سالب بصير موجب ثمنطاش اثناش ثمنطاش الجواب ثلاثين يعني اشوفوا احنا لهون خلص هاي عمليات حسابية تعويض الحد العلوي فيها ناقص تعويض الحد السفلي فيها بعدين خلص هيك صار الرياضيات جمعوا طرحوا ضربوا قسمة انتهينا انتهينا طيب في قاعدة هيك جميلة حلوة لساتنا احنا على التكامل المحدود يا جماعة قاعدة بتجنب قل لك اذا بتكامل ثابت ثابت يعني عدد وكان التكامل محدود كان التكامل محدود بتنزل العدد واتطرح الحدود من بعضها العلوي نقص السفلي بدل ما تضرب العلوي تضربوا فيها بعدين السفلي فيها لا قل لك اطرحهم من بعض كيف يعني يا استاذ تعالوا هيا هذا التكامل ثابت صح بدل ما تيجد كامل ثلاثة اكس بعدين من سالب واحد للاربع بعدين تحط الاربع ناقص تعويض السالب واحد لا قل لك فيه رول هيك قاعدة بسيطة سهل شو قل لك لما يكون بس هاي لمين بس للثابت بس لمين بس للثابت شو قل لك الثلاثة بتنزل طبعا اذا كان تكامل محدود وطرح الحدود من بعض العلوي ناقص السفلي بس 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 عن جد بحكي بتنزل الثلاثة هيا العلوي ناقص السفلي هيا طبعا ناقص ناقص شو بتسير زائد صح اربعة زائد واحد خمسة خمسة هي في ثلاثة صح قدير خمسة طب الساس بصير حل على الطريقة العادية انه بكامل التلاتة ثلاثة اكس وبعدين بحط من سالب واحد لاربعة بعدين بحط الاربعة يعني ثلاثة في اربعة بعوض العلوي ناقص بعوض السفلي اللي هي ثلاثة في سالب واحد صح هاي الطريقة بتعطي نفس الاجابة ها ثلاثة في اربعة ثلاثة ثلاثة في سالب واحد ثلاثة في سالب موجب ثلاثة بطلع قديش خمسة يعني جماعة هاي الطريقة صح وهاي الطريقة صح بس قل لك بدل ما تيجي تكامل التلاتة ثلاثة اكس بعدين تعوض العلوي ناقص السفلي يالك خلاص نزلي الثابت واترح الحدين من بعض بس تعالوا هون مش هضا ثابت ثابت ولا مش ثابت ثابت وتكامل محدود تكامل محدود نزل الثابت بنزل الثابت واترح الحدين من بعض ثلاث ناقص صفر ثلاث ناقص صفر بس 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 يا جماعة ياله ها ثلاث ناقص صفر ثلاث يعني ها سالب اثنين ع خمسة في ايش ثلاث ناقص صفر ثلاث سالب اثنين في ثلاث سالب ستة ع خمسة بس تحينا يا جماعة انتهينا. يعني اتعلمت انا وياكم في هذا الفيديو التكامل محدود شو قاعدته؟ بس في لسي وبعوض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي. يعني بطلع الاجابة بعوض العلوي ناقص السفلي. صح؟ وبفش سي معنا. لان هذا تكامل محدود واخدنا مسائل. وبعدين اجينا على قاعدة الثابت. قلنا بدل ما تقعد تكامل الثابت الثابت في اكس بعدين تعويض الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي. لا! قلنا خلينا نزل الثابت واطرح الحدين من بعض. نزل الثابت واطرح الحدين من بعض. واضربهم. هاي يا جماعة اول جزء لنا في التكامل المحدود. الجزء الثاني شو؟ خواص التكامل. في عنا اربع خاصيات راح ناخدها احنا وياكم انتظروا الفيديو القادم على احر من الجمر. طبعا الفيديو القادم راح يكون فيديو انا راح اجزء اللي هو خواص التكامل لجزئين. يعني الدرس بشكل عام درس التكامل المحدود. هذا الجزء الاول. هي قاعدة التكامل المحدود. التحويد لحد العلوي تنقص تحويد السفلي. الجزء الثاني هو خواص التكامل. لكن الخواص ترسمتها لجزئين؟ اول ثلاث خواص التي هي راح تكون الجزء الثاني في هذا الدرس. والخاصية الرابعة لانها خاصية الاضافة شوي فيها شوية شغل. خليتها جزء لحاله. هذا الجزء الثالث. اذا التكامل المحدود ثلاث اجزاء. اول جزء اللي هو قاعدة التكامل المحدود. طاود لح اعد العلوي ناخص السفلي. الجزء الثاني اول ثلاث خصائص او خواص والجزء الثالث اللي هي الخاصية الرابعة لحالها هيك بنكون احنا خلصنا ايش ان شاء الله الدرس التكامل المحدود تمام يا جماعة تمام اللي بضل عليه بس اللي انا بتمنى منكم تنشروا هذا العمل لكل حدا بتعرفوه لانه عمل مجاني ومتوفر يعني احنا ما شاء الله النت ما خلاش حدا بعيد كل عنده نت كل عنده وكل عنده بقدر يفتح وبقدر يدخل على الجو اكاديمي وبيقدر يشوف الفيديو وبيقدر يشوفني واحنا بنشرح هلاش بابتون شروع يا جماعة طيب يا جماعة شو اخر جملة بنحكيها الشغل مضيف شو بتدخل احكي دخل اليوم اعطيكم لعاق